أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين النهاردة الحقيقة كابتن أحمد حسام ميدو في تويتا لي وهو بيكلم أو قال الحقيقة أن سقطة جديدة للاتحاد الأفريقي بالسماح لمدرب مشارك في البطولة بسحب القرعة أول مرة تحصل في التاريخ طيب الحقيقة كل واحد قال له وجهة نظره من حقه أنه هو يعترض من حقه أنه هو يقول سقطة ومن حقه أنه هو يقول كل ده ولكن دايماً أنا ما بحبش الاستعجال يعني إيه ما بحبش الاستعجال يعني لما دي حصل أي حاجة ما فيش مشكلة لما أرفع السماعة وأسأل الأول أسأل الأول يا جماعة وأنتم ليه عملتوا كده أسأل أنا عندي حد في الاتحاد الأفريقي زميلي اللي موجودين في الإعداد عندهم 101 في الاتحاد الأفريقي أعتقد أن كابتن أحمد حسام عنده 101 في الاتحاد الأفريقي سهل جداً أنه هو يسألهم يقول لهم لماذا تم اختيار فيتسو موسماني ومعين الشعباني تحديداً ليكون هم المسؤولين أو سفراء للاتحاد الأفريقي علشان يسحبوا القرعة في هذه المباراة شغل طبيعي أنا ما عملتش حاجة أوفر يعني يعني أنا ما جريدش لا ما عملتش حاجة أوفر كل اللي حصل إن أنا عندنا جروب واتساب كده إحنا من المجموعة أنا ومجموعة اللي بتشتغل بنشتغل مع بعض قلنا يا جماعة من فضلكوا عايزين نعرف إيه اللي حصل في هذا الأمر كل واحد فينا اتجه اتجاهه أنا بقول حصة أو بعمل حصة للموضوع يمشي إزاي من وجهة نظري طبعاً أنا مليش علاقة بأي حاجة ولكن أنا بقول من وجهة نظري إن احنا هنا الموضوع بيمشي إزاي يا جماعة من فضلكوا هو لماذا تم اختيار بيتسو موسماني بيني وبين الزملائي في الإعداد وبيني وبين كذا زميل لي فتقال لي طيب كل واحد فينا يبحث عن الموضوع ونلتقي بعد أربع ساعات أو تلات ساعات علشان نعرف الموضوع مشي إزاي أو نتكلم في وجهات النظر اللي تقالت لنا فالحقيقة وجهة النظر اللي جات لنا هي وجهة نظر مصدر مهم في الاتحاد الأفريقي وقال لنا هذا الكلام مش كلام إسلام ولا كلام عمر ولا عويس ولا أي حد من المجموعة اللي معايا ولكن ده كلام مصدر مهم من الاتحاد الأفريقي لأنه ألف به أن أنت تتصل بمصدر مسؤول مهم في الاتحاد الأفريقي وتسأله إذا كنت تعرف حد فتقول له ولماذا تم اختيار بيتسو موسماني؟ لأنه سؤال قد يبدو منطقي قد يبدو منطقي فتسأل لماذا تم اختيار بيتسو موسماني ليكون هو سفيراً للاتحاد الأفريقي في أرع الدول الأبطال ولماذا تم اختيار معين الشعباني ليكون سفيراً للاتحاد الأفريقي في مرسل سحب الأرعى طيب الرد جاء كالتالي الاختيار كان بيتسو موسيماني ومعين الشعباني وسببه السبب أنهم آخر اتنين مدربين فازوا بدور الأبطال وكان الترتيب أنه معين الشعباني فريقه هو اللي فاز بالبطولة الكنفيدرالية أو بينافس في البطولة الكنفيدرالية فيسحب قرعة دوري الأبطال يعني كان من المفترض أن معين الشعباني هو اللي حيسحب قرعة دوري الأبطال لأن فريقه في الكنفيدرالية وبيتسو موسيماني هو اللي حيسحب الكنفيدرالية لأن فريقه في دوري الأبطال خلاص كده وصلت وبيتسو يسحب الكونفدرالية عشان فريقه في دوري الأبطال تمام معين الشعباني أبلغ اعتذاره للكاف مبالح أمس في وقت صعب جدا جدا ما كانش حد يقدر يوفر بديل خلاص بسبب معين الشعباني قال بسبب ظروف كورونا وبسبب ظروف سفره وكذا وكذا وفي نفس الوقت بسبب ظروف كورونا لم يستطع الكاف استقدام أساطير ممثلين لمختلف الدول القارة كما كان متبع سابقا في الأحداث المشابهة يعني في القرعة بيجيب جنعة من أنجولا حد من شفنا جلبرتو شفنا لعبين كثر خلال الفترة السابقة أنا بكلم على شاركو في سحب القرعة أنا بكلم بس على المجموعة لتخص النادي الأهلي كأساطير يعني في النادي الأهلي أما بخصوص كونوا مدير فني حالي لفريق منافس في البطولة مش كلام إسلام ولكن ده كلام مصدر مسؤول مهم جوه الكاف أرعى التصفيات كأس العالم 2018 تمت في مصر ومن تنظيم الفيفا مش الكاف كانت الفيفا واللي سحب القرعة وقتها مين؟ محمد النني لائب منتخب مصر وأليو سيسي المدير الفني للسنغال واللي اتنين كانوا من منتخبين مشاركين في المنافسات يعني إيه؟ يعني أنني سحب أرعى تصفيات كأس العالم ومصر مشاركة في تصفيات كأس العالم أليو سيسي كان مدير فني للسنغال وسحب أرعى تصفيات كأس العالم وكانت بلده أو كان مديراً فنية للسنغال وكانت السنغال بتشارك في تصفيات كأس العالم فبالتالي هي ليست بدعة من الكاف ولا اختراع من الكاف وزي ما معين الشعباني هو أسطورة كبيرة في إفريقيا بيتسو موسماني هو أسطورة كبيرة في إفريقيا فلما جيب أسطورة زي بيتسو موسماني ويسحب القرعة أعتقد أن ما فيش أي مشكلة لما جيب أسطورة زي معين الشعباني ويسحب القرعة أعتقد أن ما فيش أي مشكلة وجهة نظرنا وقلناها لحضراتكم مش وجهة نظرنا أنا آسف هي وجهة نظر الاتحاد الافريقي او مصدر مسئول مهم انا بقول لحضراتكم الكلام اللي اتقال لنا بالزبط مصدر مسئول مهم في الكاف هو اللي قال لنا هذا الكلام عشان كده انا اقتنعت الحقيقة بهذا الكلام زي ما قلت لحضراتكم طريقة الشغل احنا بنعمل كده يا جماعة حصل واحد اتنين تلاتة عايزين نشوف الموضوع ايه كل واحد يكال يشوف مصادره شفت انا مصادري عوز شاف مصادره عمر شاف مصادره شام شاف مصادره حاتم المجموعة كلها الحقيقة اللي موجودة كل واحد شاف مصادره اجتمعنا في الآخر على ايه على الكلام ده كلام منطقي وبيصدر من مسئول مهم وبالتالي يجب ان احنا نقوله لجمهور النادي الاهلي علشان يبقى عارف لماذا تم اختيار مرة تانية لماذا تم اختيار بيتسو موسيماني فكان الموضوع ممكن يبقى اسهل بالنسبة للميدو لو ولميدو اللي انا عارفه يعني ان علاقاته كبيرة وكثيرة في الاتحاد الافريقي سهل جدا ان نجم كبير زي احمد حسان ميدو يرفع السماعة جماعة من فضلكم قلولنا وانتوا ليه اخترتوا بيتسو موسيماني ممكن ما يقتنعش بقى ويقول يعني ان هو مش مقتنع دي حاجة هو حر بيها ولكن انا بقول لحضراتكم اللي حصل بالزبط والكلام وفي الاخر اللي حضراتكم شايفينه هو اللي دايما بيكون الصحية وبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية